الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أبنائي وبناتي ما زلنا نشرح معا وسويا الأحكام المتعلقة بالجناية فهيا بنا أبنائي وبناتي نستكمل تلكم الأحكام أحكام متفرقة حول باب الجناية من المسائل المهمة أيضا في أحكام الجناية تأتي مسألة تقول لكم أمر أب أو معلم صبيا بقتل إنسان فقتله فما الحكم هنا يا ترى يعني ما الحكم لو أمر والد أو معلم صبيا بقتل إنسان معصوم الدم فقتله فما الحكم هنا نقول أبنائي وبناتي يقتل في هذه الحالة الأب أو المعلم ولا يقتل الصبي لما يطره نقول لعدم التكليف هذا وعلى عائلة الولد أو المتعلم نصف الدية مع القصاص من الأبي والمعلم فإن كان الولد أو المتعلم هذا كبيرا يعني بالغ المكلفا قتل وحده إن لم يكره وإلا قتل معا في حالة الإكراه كما تعلمنا سابقا تأتي قضية أخرى أبنائي وبناتي تقول لكم اشترك مع صبي يعني اشترك إنسان بالغ عاقل مع صبي في قتل إنسان معصوم الدم فما الحكم هنا يا ترى نقول أبنائي وبناتي هنا يقتل شريك الصبي دون الصبي إن تمالأ معا يعني اتفق معا على قتله هذا وعلى عاقلة الصبي نصف الدية لماذا يا ترى نقول لأن عمده يعني عمد هذا الصبي عمده كخطأه فإن لم يتمالأ يعني يتفق على قتله وتعمداه أو تعمده الكبير وحسب فعليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة الصغير نصفها وإن قتلاه خطأ يعني قتلاه على سبيل الخطأ أو قتله الكبير وحده خطأ ففي هذه الحالة نقول على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية هذا ولا يقتل شريك المخطئ ولا شريك المجنون بل عليه نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصفها هذا إن تعمد وإلا فالنصف على عاقلته أيضا والآن أبنائي وبناتي تأتي قضية مهمة ألا وهي حكم قتل الجماعة بالواحد يعني لو أن جماعة تمالأوا واتفقوا على قتل إنسان هل نقتل هذه الجماعة بأكملها سنعلم الحكم الآن قتل الجماعة بالواحد نقول تقتل الجماعة بالواحد ولكن بشروط معينة إذن مبدئيا لو أن جماعة اتفقوا على قتل إنسان فإن هذه الجماعة تقتل به ولكن بشروط التالية وهي إن تعمدوا جميعا ضرب المجني عليه يعني كل هذه الجماعة اتفقت على ضرب هذا المجني عليه إن تعمدوا جميعا ضرب هذا المجني عليه ولم تتميز الضربات يعني لم نعلم هذه الضربات ضربات فلان وهذه ضربات فلان وهكذا لم تتميز الضربات أو تميزت ولكنها تساوت جميعا يعني علمنا هذه الضربات ضربات من ولكنها كلها جاءت متساوية أو لم تتساوى ولم يعلم صاحب الأقوى يعني لم تتساوى هذه الضربات ولكننا لم نعلم صاحب الضربة القوية التي أدت إلى وفاة وموت المجني عليه وإلا لو علمنا فيقتل وحده هذا ويقدم الأقوى ضربا في القتل دون غيره ولكن متى إن علم وإلا قتل الجميع فإنت ما لأوا عليه يعني قصدوا جميعا قتل هذا الرجل ولو بآلة لا يقتل بها غالبا كضربه بصوت وحضروا جميعا فما الحكم في هذه الحالة نقول ففي هذه الحالة يقتلوا جميعا وإن لم يباشره إلا أحدهم فالتمالؤ هنا أبنائي وبناتي موجب لقتل الجميع وإن وقع الضرب من بعضهم إذن إن تمالؤوا جميعا يعني قصدوا قتله حتى ولو قتلوه بآلة لا يقتل بها غالبا فالحكم هنا أنه يقتل الجميع بهذا الذي قتلوه بالتمالؤ والآن أبنائي وبناتي نتكلم عن أحكام الجناية على ما دون النفس لأننا قلنا الجناية إما على النفس بموتها وإما على ما دون النفس بالاعتداء على جزء منها فما هي أحكام الجناية على ما دون النفس أولا يأتي سؤال يقول أبنائي وبناتي ما شروط الجناية على ما دون النفس هل يا ترى هي نفس الشروط أي نفس شروط الجناية على النفس سنعلم الآن الجناية على ما دون النفس كجرح وقطع وضرب وإذهاب منفعة نحو سمع وبصر شروطها كشروط الجناية على النفس وهي على النحو التالي في الفعل أن يكون عمدا عدوانا لابد أن يكون الفعل مبنيا على العمد وعلى العدوان الفاعل هو الجاني أن يكون مكلفا إذن الفعل لابد أن يكون عمدا وعدوانا والفاعل الذي هو الجاني لابد أن يكون هذا الجاني مكلفا والمفعول به الذي هو المجني عليه أن يكون معصوما يعني معصوم الدم بإيمان أو أمان والآن يأتي حكم يأتي سؤال يقول لكم ما الحكم إن تعدد مباشر على ما دون النفس ما الحكم إن تعدد المباشر على ما دون النفس نقول أبنائي وبناتي إما أن يكون ذلك بلا تمالء منهم يعني بلا اتفاق أو بتمالء يعني باتفاق وقصد وعدوان فإن كان بلا تمالء منهم وتميذت الجراحات وعلم فعل كل واحد منهم فما الحكم في هذه الحالة نقول فيقتص من كل واحد منهم بقدر فعله يبقى إذا كان بلا تمالء يعني بلا اتفاق من هذه الجماعة وتميذت الجراحات وعلمنا فعل كل واحد من هؤلاء فما الحكم هنا نقول يقتص هنا من كل واحد منهم بقدر فعله بالمجني عليه أما إن تمالأوا عليه جميعا يعني اتفقوا جميعا عليه ففي هذه الحالة واجب القصاص من كل واحد منهم بقدر فعل الجميع تميزت الضربات أم لا وذلك قياسا على قتل الجماعة بالواحد عند التمالء كما أخذنا سابقا أما إذا لم تتميز الجراحات عند عدم التمالء فهل يلزمهم دية الجميع ولا قصاص أو يقتص من كل بقدر الجميع فإن كانوا ثلاثة نأخذ مثالا يوضح لنا ذلك نقول فإن كانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه يعني واحد من هؤلاء الثلاثة قلع عين المجني عليه وقطع الآخر يده يعني الثاني قطع يد المجني عليه والأخير قطع رجله ولم يعلم من الذي فقع العين ومن الذي قطع اليد ومن الذي قطع الرجل ولا تمالء بينهم ولا تمالء بينهم فما الحكم هنا نقول اقتص من كل واحد منهما لفق عينه وقطع يده ورجله إذن الحكم هنا أننا نفعل بكل واحد منهما فعل الجميع لمعنى نقول نقتص من كل واحد من هؤلاء بثق عينه وقطع يده وقطع رجله وهذا القول فيه نظر لما نقول لأنه لم يقع من كل واحد إلا فعلا واحدا فالأظهر هو الأول القول الأول والآن أبنائي وبناتي نبين الجنايات التي يقتص منها من ما دون النفس فنقول ما يقتص منه من ما دون النفس يقتص من التالي يعني من القضايا التالية الموضحة الموضحة ما معنى الموضحة أبنائي وبناتي نقول هي ما أوضحت يعني هي الجناية التي أوضحت عظم الرأس وأظهرته أو عظم الجبهة والجبهة هي ما على عن الحاجبين وسفل عن شفعر الرأس فيشمل الجبينين أو أوضحت الخدين إذن الموضحة هي ما أوضحت عظم الرأس وأظهرته أو أوضحت عظم الجبهة أو أوضحت عظم الخدين فما أوضح غير ما ذكر ولو بالوجه كأنف ولحى أسفل لا تسمى موضحة عند الفقهاء وإن اقتص من عمدها هذا ولا يشترط في الموضحة ما له بال واتساع بل وإن ضاقه كقدر مغرز إبرة مثلا ويقتص أيضا بما قبلها وهو كل ما لا يظهر به العظم وهي ستة أشياء على النحو التالي دامية دامية ما معناها؟ الدامية هي ما أضعفت الجلب حتى رشح منه دم بلا شق له إذن الدامية نعم هي ما أضعفت جلد الإنسان حتى رشح منه دم بلا شق له خارصة خارصة ما معناها؟ هي ما شقت الجلد هي ما شقت الجلد سمحاق سمحاق ما معناها؟ هي ما كشبت الجلد عن اللحم هي ما كشبت الجلد عن اللحم باضعة باضعة ما معناها؟ هي ما شقت اللحم هي ما شقت اللحم متلاحمة متلاحمة وهي ما غاصت في اللحم في عدة مواضع منه ولم تقرب العظم ملطاح ملطاح وهي ما قربت للعظم ولم تصل له وإلا يعني لو وصلت له تسمى موضحة كما عرفنا الموضحة سابقا فهذه الستة كما نلاحظ أبنائي وبناتي ثلاثة منها متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم وكلها فيها القصاص والآن يأتي سؤال أبنائي وبناتي يقول لكم ما حكم جراح الجسد نقول يقتص من جراح الجسد غير الرأسي وإن منقله ما معناها؟ هي ما ينقل منها فراش العظم للدواء وتعتبر هذه بالمساحة طولا وعرضا وعمقا شروط القصاص بها شروط القصاص بها نقول اتحاد المحل اتحاد المحل عند الجاني وعند المجنية عليه فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيصر ولا عكسه ولا تقطع سبابا مثلا بإبهام وهكذا إذن لابد من اتحاد المحل عند من؟ عند الجاني وعند المجنية عليه ولو كان عضو المجنية عليه طويلا وعضو الجاني قصيرا فلا يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني ما لا قصاص فيه من الجراح ويتعين فيه الديا يعني هناك جرائم فيما دون النفس ليس فيها إلا الديا وحسب ما هي يا ترى نقول لا قصاص في التالي المنقلة وهي كما قلنا ما ينقل فيها فراش العظم الرقيق الكائن فوق العظم وهو يشبه قشر البصل وتكون هذه في الرأس أو الوجه فقط ولا يكون فيها إلا الديا لما يترى نقول وذلك لشدة خطرها الآمة ما معناها هي ما أفضت لأم الدماغ وأم الدماغ أبنائي وبناتها جلدة رقيقة مفروشة عليه متى انكشفت عنه يعني عن الدماغ مات الإنسان من ساعته وهذه أيضا يتعين فيها الديا لماذا لخطورة القصاص في هذه الحالة أيضا لا قصاص في التالي لا قصاص على من لطمه أي ضربه على الخد إذا لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعه لا قصاص أيضا على من ضربه بيد أو رجل بغير وجه كصفع بقفع لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعه كذلك لا قصاص إن عظم الخطر والخوف في غير الجراح التي بعد الموضحة وهي جراح الجسد إلى غير ما تقدم والآن أبنائي وبناتي تأتي مسائل متعددة في أحكام الجناية تحتاج إلى بيان الحكم فيها من هذه المسائل نقول جنى صاحب عين سليمة على ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر سن صاحبها فما الحكم هنا المسألة تقول أبنائي وبناتي أن صاحب عين سليمة اعتدى وجنى على صاحب عين ضعيفة الإبصار خلقة أو ضعيفة من كبر سن صاحبها فما الحكم هنا نقول أبنائي وبناتي تأخذ السليمة هنا بالضعيفة يعني هنا القصاص فنأخذ السليمة بالضعيفة تأتي قضية أخرى تقول لكم فقأ سالموا العينين عين إنسان أعور فما الحكم هنا يا ترى يعني اعتدى إنسان سالم العينين على إنسان آخر أعور ففقأ له عينه فما الحكم هنا يا ترى نقول أبنائي وبناتي يخير هنا المجني عليه بين فق المماثلة من الجاني وبين أخذ دية كاملة من مال الجاني لما يا ترى نقول لأنه عمد يعني لأن فعل هذا الجاني كان على سبيل العمد والعدوان تأتي قضية أخرى أبنائي وبنات تقول لكم فقأ أعور عين الجان السليمة فما الحكم هنا يا ترى نقول أبنائي لسالم العينين هنا القصاص من الأعور الجان كيف يتم ذلك نقول بأن يفقأ عينه السالمة فيصير أعمى أو يترك القصاص ويأخذ من الجاني دية ما تركه وهي عين الجان وديتها ألف دينار على أهل المذهب كما سنعلم إن شاء الله تعالى عند الكلام عن أحكام الدية وإن فقأ الأعور عين المماثلة لعينه بأن فقأ من السالم مماثلة العوراء فما الحكم هنا يا ترى نقول فنصف الدية وحسب تلزم الجان من ماده وليس للمجنية عليه أن يقتص هنا لمه لعدم المحل المماثل تأتي قضية أخرى تقول لكم أبنائي وبناتي فقأ الأعور عين سالم عمدا في مرة أو مرتين فما الحكم هنا يا ترى نقول يكون هنا القصاص حقا للمجنية عليه لأن يفق المماثلة في الجان فيصير أعمى لبقاء مماثلة ونصف الدية يأخذه المجنية عليه من الجان بدل ما ليس لها مماثلة والآن ننتقل إلى بيان أحكام الدية أنواع الدية أنواع الدية أبنائي وبناتي على النحو التالي أنواعها إبل ذهب فضة أولا الإبل نقول وهي خاصة بأهل البادية لأن الغالب في أموال أهل البادية إنما هو الإبل نقول الإبل خاصة بأهل البادية والواجب فيها هنا مئة من الإبل الذهب الذهب والذهب هذا خاص بأهل الذهب كمصر والشام والواجب هنا ألف دينار والدينار أبنائي وبناتي يساوي الآن أربعة جرام فاصل خمسة وعشرين من الذهب الخالص الفضة والفضة خاصة بأهل الورق كأهل العراق والواجب هنا إثنى عشر ألف درحم وهكذا ما مقدار الدية المخففة ما مقدار الدية المخففة نقول أبنائي وبناتي مقدار الدية يختلف باختلاف المجني عليه والدافع لها يعني والدافع لهذه الدية فدية المسلم في القتل للخطأ على أهل البادية مئة من الإبل مخمسة رفقا بالمخطئ على النحو التالي عشرون حق مخطأ وهي بنت أربع سنين وسميت بذلك لأنها صارت صالحة للحمل والركوب وهكذا عشرون جذعة وهي بنت خمس سنين وسميت بذلك لسقوط مقدم أسنانها عشرون بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين وسميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصبح ذات لبا لما نقول بسبب ولادتها ثانيا عشرون بن لبون عشرون بنت مخاض وهي بنت سنتين وسميت بذلك لأنه آن لأمها أن تكون مخاضا يعني حاملا وهذا معنى قولهم ذية الخطأ مخمسة فإن لم يكن عند أهل البادية إبل فيدفع الجان القيمة وقيل ينظر لأقرب حاضرتهم ويدفعون مما عندهم من الذهب أو الفضة أبنائي وبنات تعلمنا والحمد لله تعالى أحكاما متفرقة حول باب الجناية فعلمنا الأحكام المتعلقة بالجناية على ما دون النفس وعلمنا الأحكام المتعلقة بقتل الجماعة بالواحد وعلمنا نبذة سريعة يسيرة عن أحكام الدية نفعنا الله جميعا بما تعلمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر